التعليم الابتدائي تقليص مدة اختبارات الفصل الثالث قررت وزارة التربية تقليص فترة ايجاء اختبارات الفصل الثالث بالنسبة للتعليم الابتدائي حيث انخفضت الفترة من 10 ايام الى 5 ايام من 20 الى 30 ماي من السنة المقبلة كما يتعلق الامر بكل من امتحانات السنوات الاولى والثانية والثالثة رابعة والخامسة ابتدائي هذا برنامج اختبارات الفصلية وقعت وزارة التربية توحيد فترات الاختبارات الفصلية للاطور التعليمية الثلاث في حين اشرت وزارة التربية الى توحيد فترات ايجاء الاختبارات الفصلية لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين تلاميل كما اعلنت الوزارة وزنة اختبارات الفصلية سنة دراسية الحالية كما اشرت وزارة التربية في بيان لها إلى أن اختباص الفصل الأول بالنسبة للإبتدائي ستنطلق من 5 إلى 14 ديسمبر أما الفصل الثاني فسيكون من 5 إلى 14 مارس 2024 والفصل الثالث من 26 إلى 30 ماي وفيما يخص تعليم المتوسط فإن اختباص الفصل الأول ستكون من 3 إلى 7 ديسمبر والفصل الثاني للتعليم المتوسط من 3 إلى 7 مارس 2024 والفصل الثالث لسنة الأولى الثانية الثالثة من 19 إلى 23 ماي أما الفصل الثالث لسنة الرابعة البيان التجاريب من 12 إلى 16 ماي أما التعليم الثانوي فإن اختباص الفصل الأول من 3 إلى 7 ديسمبر والفصل الثاني للتعليم الثانوي من 3 إلى 7 مارس 2024 والفصل الثالث للتعليم الثانوي سنة الأولى والثانية من 19 إلى 23 ماي والفصل الثالث للتعليم الثانوي سنة ثالثة من 12 إلى 16 مايو البيام والبايك بلون في تاريخ واحد كما أعلنت وزاة التربية عن توحيد تاريخ إجراء اختباط المتوسط والثانوي بلون حيث سيجي التلاميذ البيام والبيام اختبارات الفصل الثالث انطلاقا من تاريخ واحد لا تنسوا اشتراك تفعيل زر الجرس والضغط على لايك شاركوا الفيديو